هذا الموضوع المحلل السياسي اليمني منع المطري السيد المطري أهلا بك ما المتاح الآن من خطوات بعد توجيه رسالة لمجلس الأمن يرصد فيها انتهاكات الحوثي وخروق همه نعم واضح أن الاتجاه الدبلوماسية العربية بقيت المملكة العربية السعودية والإمارات ومشتراك الحكومة اليمنية هي يطلع المجتمع الدولي على الخروقات التي تقوم بها الحوثي من أجل أن تكون هناك أي مسألة لهذه الدول في حال قررت أن تقوم بتطبيق هذا الاتفاق بالقوى العسكري لأن لا يمكن فقط أن تبقى هذا الاتفاقات مجرد حبر على ورق فيما اليمن وشعبه الكبير يعاني تحت نير هذه الميليشيا بدون أن يكون هناك ضغط دولي حقيقي لإجبار الميليشيات على تنفيذ ما تم الالتزام به في ستوك هولم هذه الاتفاقات قدمت الحكومة اليمنية فيها تنازلات كبيرة من أجل أن تحقن دماء اليمنيين وأن تنهي هذه الحرب الظالمة على الشعب وأن يستعيد الناس الحياة الطبيعية والسلام والاستقرار لكن الميليشيا تريد فقط أن تستفيد منها للحصول على مزيد من الوقت لتحضير معركة جديدة في الحديدة أعتقد أن القوات التحالف العربي وقوات الجيش الوطني جاهزة وفي جاهزية عالية لأن تخوض هذه المعركة ولكنها حجص أيضا على تجنيب المدنيين الخسار تريد أن لا يكون أن تطلق الشرارة الأولى من جانبها وأن يعرف المجتمع الدولي من يقوم بخرق هذه الهدنة وخرق وقف إطلاق النار هي الجماعة الحوتيية نعم ولكن الأمم المتحدة كانت تعبرت كذلك عن رفضها لممارسة الحوتي خاصة في تسليم ميناء الحديدة من عدمه ألا يعني هذا بداية لفضح الحوتيين وكذلك ما الإجراءات المنتظرة دوليا ومن الأمم المتحدة لإلزام الحوتيين باتفاق السويدة نعم كان هناك موقف للأمم المتحدة لكن هذا الموقف غير كافي من وجهة نظر الموقف لم يأتي إلا بعد ضغط كبير من التحالف العربي والحكومة اليمنية على الأمم المتحدة بأن تلتزم بحياديتها وأن تكون غطاء لتمغير مخططات الميليشيات الحوثية للتنصل من اتفاق ستوك هولم وأطلقت هذا الموقف لكنه موقف غير كافي القرارات التي تخذت بشائل يمن هي قرارات تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة يجب أن يكون هناك مواقف أقوى من الأمم المتحدة حتى تدرك الميليشيات الحوثية أنها لا مناص لها إلا أن تنفذ هذه الاتفاقات أو أن تجبر على تنفيذها عسكريا نعم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي اللجنة الثلاثية التي تعمل على البحث إعادة الانتشار في الحديدة كيف تقيمون أداء هذه اللجنة إلى غير الآن أنا أعتقد أن اللجنة لن تستطيع أن تحقق أي شيء لأنه لا يوجد مصداقية لدى الميليشيات الحوثية هناك حالة تجريف تمت في الأجهزة الأمنية داخل محاطة الحديدة الممثلية الحكومة اليمنية في هذه اللجنة يصرون على أن تستلم الدارة الأمنية أمن الحديدة بالقوام السابق وبأن الحكومة اليمنية هي التي يحق لها أن تتخذ القرارات في التعيينات وما إلى ذلك وفقا للقانون ووفقا لاتفاق استوك هولم الذي ينص على تراتبية السلطة القانونية في الحكومة اليمنية لا يوجد إلا قانون واحد في الجمهورية اليمنية أما قانون الميليشيا فليس له أي معنى أو أثر قانون وبالتالي كل تعيينات التي قاموا بها لا معنى لها ولا يجب أن يقف الرئيس اللجنة الجنرال كاميرت عندها نهائيا هم يحاولوا الآن أن يخلعوا لداء الميليشيا وأن يلبسوا لداء الدولة بشكل غير قانوني ويستبعدوا من هم أصلا من أبناء هذه المؤسسات وهذا ما لا يمكن القبول به هناك الكثير من أفراد الجهزة الأمنية ينتظرون اللحظة المناسبة التي يقوموا فيها بتأمين المدينة وتحقيق السلام في هذه المدينة نعم ولكن ما الذي تبقى إذن في اتفاق السويد إذا كان لاختراق إلى غاية الآن في الوضع في الحديدة تحديدا وفقا الاتفاق ستوكولم يفترض أن الموانئ الثلاثة قد تم إخلاءها وأن اللجنة قد قطعت شوط كبير في تحديد آلية الانسحاب وتسليم المواقع وخرائط الألغام لكن لم يحدث شيء من ذلك بمعنى أن هذا الاتفاق كان مجرد حبر على ورق من وجهة نظر الميليشيا هناك تصريحات كثيرة لقيادة الميليشيا تقول أنه لا انسحابات ولا تسليم المدينة وأنهم سيدافعون عنها ويقاتلون وفقا لما يصلح به قادتهم بمعنى أنهم فقط استفادوا من هذه الفترة للحصول على مزيد من الوقت لجلب مزيد من الدمار على المدنيين والأبرياء داخل حديدة نعم المحلل السياسي اليمني مانع المطاري شكرا جزيلا لك